قصتنا الخامسة بقى قصة جميلة جداً جداً خصوصاً لمحبي الطرب والفن والأغاني مثلي مثل علي صح؟ علي انت طبعاً بتحب الكونسرت الأجنبي والحفلات أنا أنا ما حتى أنا يعني قابل ما كنت أروح بواج صدق بس يعني كنت أروح اللي كنت أحبهم مرة 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 يعني عشان ذويكند الحبيت قلت لكم علي شخصيتهم بيّن الكاركتر تبعه أنه من محبي الفن والأغاني الأجنبية والغربية بس نحن قصتنا طبعاً عن الفنانين العرب وتحديداً حركة حفلات فنية ضخمة جداً مقبلة على الساحة خاصة أنا منحكي بالمنطقة يعني سواء بالمملكة العربية السعودية أو بالإمارات بعض التوقف اللي كان طبعاً بسبب أزمة كورونا جائحة كورونا فتشهد صحة الحفلات عودة لنشاط الحفلات بمجموعة حفلات استثنائية صراحةً يعني أول حفلة هتكون مترقبة بعد غد الجمعة هتكون بأويسز الرياض هتج مع الفنان الكبير الفنان الكويتي الكبير عبدالله رواشد بنوجه لتحية أبو خالد بأصالة الطرب والفن أصالة الغناء العربي أصالة نصري طبعاً الحفلة مترقبة خاصة بعد ما في كان الجمعة الماضية حفلة للموسيقار الكبير سقر الأونية الخليجية الموسيقار الرابح سقر عمل حفلة مبدعة رائعة طبعاً أكيد الموسيقار بعد ما كان منزل ألبوم جديد ألبوم مرحبا دشن هذا الألبوم وغنى جزء كبير من أغانين جديدة بالحفلة الجمعة الماضية فكان الجمهور مترقب للحفلات المقبلة بأواسد الرياض وفعلاً أعلن تم الإعلان قبل عدة أيام عن حفلة أصالة والرواشد ستكون بأواسد الرياض وتم فتح باب التذاكر للحجد وأيضاً ستكون الحفلة منقولة عبر تطبيق فنبوكس فبيقدروا اللي ما حيحضروها ما حيروحوا يعني لأواسد الرياض لا يحضروها بيقدروا يحضروها من بيوتون عبر تطبيق فنبوكس طبعاً بما أنه عم نحكي عن أصالة أصالة حبيبة قلبي صبعاً واللي بيعرفوني بيعرفوا حب أصالة إلي عفواً حبي أنا كبير لأصالة فأصالة عم تشهد نشاط فني كبير جداً صراحة ويعني جماهيرها واللي أنا واحد من أكبر جماهير أصالة سعيدين جداً بالنشاط اللي عم تعيشوا أصالة هي متواجدة طبعاً بالرياض صر لأسبوع بالعاصمة السعودية برياض الحز موجودة أصالة راحت لكان فيه لايف جامعة بالفنان عبادي الجوهر فيه فيديو حيشتغل ولا ما عنا فيديوهات أوكي الفيديوهات موجودة أكيد شفتوها كان فيه لايف جامعة بالفنان الكبير عبادي الجوهر مخطبوط العود عبر انستجرام الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة السعودي ده من فقرة ضيف بدر واللي بيستضيف كل أربعاء فنان أو مثقف أو شخصية أدبية ثقافية فكان ضيف بدر كان فقرة ضيف بدر كان الضيوف عبادي الجوهر أبو سارة وأصالة ولايف مطول جمعوا اللي ساعتين كان مليء بالطرب والأغاني والسلطنة ولكن وانت تخيلوا يعني أصالة وعبادي اجتمعوا سواء وغنوا طبعا أكيد أول ما نسمع عبادي وأصالة فأولا بيجي ببالنا مقطع أمان أمان الشهير واللي تركب وكسر السوشال ميديا بوقتها الجماهير أصولة كانوا خايفين أنه يتكرر هالمقطع بس هالمرة عن جد مو تركيب ولكن طبعا أصالة أخذت الموضوع بمزحه وحكه عن الموضوع وكان في فيديوهات انتشرت أخذته بكل روح رياضية وما أخذته أبدا كإساءة فنان بيكون الكبير بيكون عملاق بأخلاقه قبل فنه تحية حب لأمشام الحبيبة أيضا أصالة كان في إلى زيارة لإذاعة روتانا FM والمقر الجديد لروتانا بالرياض وكان في لقاء إلا بروتانا FM كمان شفنا فيديوهات انتشرت الدولوة فانس أصالة على منصات التواصل الاجتماعي مجموعة الأغاني الجميلة اللي غنتهم أيضا اجتمعت بمجموعة من محبي وفانس أصالة بالرياض كان في جمعة هيك صراحة صراحة أنا بحسدكم أنا عملكم يا على اللايف أنا حاسدكم ونيالكم يا ريتني كنت معكم وطالب بجمعة جديدة لأصالتكم بالإمارات لو سمحت يكون أنا أول الحضور ودوه إياكم أعملوا لي واسطة يا جماعة اعملوا لي واسطة أيضا أصالة حيكون لحفلة خطيرة جدا 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 ستكون مع مين يا علي بابا أصالة معشرين معشرين حفلة ستكون لدينا هنا بالإمارات وتحديدا بإمارة الشارقة صح؟ ستكون الجمعة 19-2 بي على مسرح المجاز مسرح العظيم مسرح المجاز من المسارح المقربة جدا إلي ومحبة بي عندك شك؟ عندك شك يعني؟ دون ما أقول شيء أكيد أول صف أول صف موجود أحضرهاي الحفلة الجميلة اللي ترقبوها طبعا جماهير شيرين تحديدا جماهير أصالة أكيد دائما بيترقبوها وبينتظروها بس إلت شيرين تحديدا لأنه شيرين صر لها فترة تقريبا عشر شهور غايبة عن فانزا كانت معتزلة حتى السوشال ميديا ما كان في أغاني جديدة عم تنزلها ما كان في لقاءات ولا برامج فجمهور شيرين العريض عبر الوطن العربي مترقب ومنتظر أن تظهرهم بأي حفلة أو عمل أو لقاء جديد فما بالكم أن تظهر بحفلة واحدة مع مين مع أصالة يعني أعتقد ما في دائما يحكي عنا حفلة تجمع أصالة بشيرين مسرح واحد فيكم تتخيلوا الإحساس والطرب والسلطنة والرومانسية اللي رح نعيش بهاي الليلة باللي رح يحضروا طبعا هاي الحفلة أيضا صراحة يعني الإمارات والشارجة تحديدا مدلعيننا بالحفلات يعني مو بس أصالة وشيرين بعد أسبوع تماما الجمعة حتكون ستة وعشرين أمحنين 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 حتكون حفلة لقثارة الخليج الفنان الراقي الفنان الكبير نوال الكويتية على مسرح خورفك كان درة خورفك كان صراحة مسرح من أجمل المسارح أنا حضرت فيه رأس السنة كان في حفلة الأنغام والجسمي صراحة المسرح يا علي جميل جدا 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 مسرح طبعا كان افتتاحه برأس السنة بحفلة الأنغام وحسين الجسمي ابن خورفك كان ابن الباري خورفك كان حاكم الشارجة طبعا المسرحة جميل جدا 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 والمسرح حتكون تاني حفلة مثل ما أنا حتحية علينا والكويتية يوم الجمعة 26 أيضا جايب لكم خبر حصدي لمحبي الحفلات والفنانين حفلة حتكون يوم خمسة ثلاثة على مسرح المجاز حتجمع الفنانين أدهم نابلسي بالفنان الكبير الفنان لبنان الكبير واقع الكفوري فيعني محبي الحفلات والفنانين عندكم مجموعة حفلات كثيرة حتستمتعوا فيها وحتمبسطوا أكيد اللي حيحضر هاي الحفلات واللي حيروح وخلوني شوفكم لعني أنا حكون موجود بحفلة أصالة وشيرين جلا وبحفلة نوال